المؤتمر الدولي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنظيم هذا المؤتمر المهم يأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم بارز في مجال حقوق الإنسان بقيادة جلالة الملك المعظم والحرص البالغ الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والدور الكبير الذي يطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في مجال المحافظة على البيئة واستدامتها وشارك في المؤتمر أكثر من 350 مشاركا من بينهم عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني وممثلية الوكالات المتخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتضمن المؤتمر أربع جلسات سلطت الضوء على التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية ودور الجهات الرسمية في ذات الشأن مع رفع الوعي المجتمعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر